أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد الموفدة حفظه الله ورعاه بالدور الحضاري والإنساني الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والتراث والحفاظ على حضارات الأمم وقيمها وتعزيز التقارب بين الثقافات المختلفة وإرساء ثقافة السلام وإشاعة قيم التسامح والتقارب بين شعوب العالم جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدة في قصر الاصخير هذا اليوم مع السيدة إيرنا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو التي تزور المملكة بدعوة من المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي رحب جلالة الملك المفدة بالمديرة العامة لليونسكو وإشاد بالجهود الطيبة التي توالي بذلها للارتقاء بآليات عمل المنظمة وتعظيم دورها في الحفاظ على التراث والتاريخ الإنساني حول العالم معربا جلالته عن تقديره واعتزازه بمستوى التعاون القائم بين مملكة البحرين ومنظمة اليونسكو في كافة الجوانب الثقافية والتعليمية والتربوية والحفاظ على التراث والاهتمام به منوها جلالته في هذا الإطار بشراكة المتميزة والفاعلة مع اليونسكو وذلك باستضافة البحرين للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وتقديم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم منذ عام 2005 وأكد صاحب الجلالة حفظه الله حرص مملكة البحرين على دعم جهود منظمة اليونسكو وموادراتها وأنشطتها الإنسانية انطلاقا من تاريخ المملكة الحضارية العريق القائم على التعايش السلمي والانفتاح على الثقافات والحضارات وتمسكها بقيم العدل والتسامح وحماية التراث العربي والإسلامي والمساهمة في ركب الحضارة الإنسانية ومؤكدا جلالته أن مملكة البحرين شريك فاعل في الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة في إرساء السلام والاستقرار الإقليمي والدولي ونشر قيم التسامح والاعتدال وبناء المجتمع المعرفي وحماية التراث الثقافي والحضاري العالمي وأعرب جلالته عن تمنياته للمديرة العامة لليونسكو بالتوفيق في جهودها الرمية لتعزيز دور المنظمة والحفاظ على التراث الإنساني والعالمي بدورها أعربت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو السيدة إيرينا بيكوفا عن شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى على حرص جلالته واهتمامه بتعزيز العلاقة المتميزة والتعاون الوثيق بين مملكة البحرين والمنظمة وعلى دعم البحرين لمختلف برامج اليونسكو ومبادراتها الإنسانية وأشادت بالمكانة الثقافية والفكرية الرائدة لمملكة البحرين والدور النشط والمحوري الذي تطلع به داخل منظمة اليونسكو بما يعكس ثقلها الحضاري وما تتمتع به من إرث تاريخي وتراثي ممتد ومتنوع منوهة بدور البحرين في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات ترجمة نانسي قنقر